إن التعامل خارج القطاع المصرفي والشركات المرخصتها بالتداول أو التعامل في سعر الصرف والتحويلات يعتبر نشاط إجرامي ويعاقب عليه القانون بالحبس لمدة ثلاث سنين أو الغرامة بخمسة مليون ومصادرة المبالغ أيهما أكبر أيه يعني لو هو المبلغ في حدود 200 ألف الغرامة خمسة مليون لو المبلغ خمسين مليون يبقى يتهد الخمسين مليون ده القانون هو اللي بيقول كنها مش حدها وبالتالي إحنا عندنا سعرين دلوقتي ما بقاش عندي السعر في السوق الرسمي والسعر في السوق الموازي لا أنا عندي سعر في السوق الرسمي وعندي سعر في السوق الغير قانوني أيه وبالتالي لما تكون فيه مخالفة قانونية المخالفة القانونية لازم يكون فيه آلية لتنفيذ العقاب آلية معالجة الإجرام قوة العرض والطلب بتاعت السوق إذا بنهزر الإجرام والمخالفات القانونية ملاحقات قانونية يجي يقولك إننا كده بالدخل في السوق ممكن نقولك كلام ده بطريقة عمية أكتر عشان الناس تفهموا يعني حضرتك بتقول إن المفروض لو البنك بيقول إن سعر الدولار النهاردة بـ 30 أم 31 لو حتى هيتنفس بره يتنفس بنفس السعر ما فيش تنفيذ بره ما فيش تنفيذ بره ما فيش تنفيذ بره ما فيش تنفيذ بره ما هي الشرافات دي ضمن القطاع المصرفي مرخصية ما ينفعش إن الصرافات يلمي بـ 50 الصرافات بيلمي بالسعر بتاع البنوك بيزود عليه 3-4 أرش زمان 5 أرش 20 أرش علشان يقدر ينافس ويجيب اللي موجود في السوق يعني أي حد بيتعامل خارج المنظومة الرسمية المفروض إن يكون فيه عقاب فوري عشان ده يتمنع يبقى ما بيخصرش غير من خلال المنظومة الرسمية أقرارك نص المادة اللي حطها المشرع المصري وتم إقرارها في مجلس الشعب بالتصويت عليها المادة 233 من القانون تقضي بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة مليون جنيه أو المبالغ المالي أو المبلغ المالي محل الجريم أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال أو مارس نشاط تحويل الأموال اللي بتيجي من الخليج أي دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة 20.9 من هذا القانون وحددت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون 194 لسنة 2020 على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلم والتصليف الاقتماني وشركات دمان الاستثمار ومشغالي نصم الدفع ومقدمي خدمات الدفع طيب يعني ده القانون يا فندم إن السوق السودة إن السوق السودة السوق السودة ده كانت سبب من أسباب أو السبب الرئيسي بأن الدولار يرتفع بشكل هذا أكيد